السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب اليوم سنشرح طريقة إيقاف الرسائل المزعجة على الجيميل فتقدر تطبق هذه الطريقة بالجوال أو الكمبيوتر ستكون نفس الخطوات فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية يا شباب سنذهب على حساب الجيميل فهنا ستظهر عندك جميع الرسائل اللي وصلتك من المواقع اللي سجلت فيها أو اشتركت فيها سابقا ولكن الآن نريد أن نلغي الاشتراك ونلغي استقبال هذه الرسائل ففي طريقتين يا شباب راح أشرحها بشكل مختصر لإلغاء الاشتراك واستقبال الرسائل المزعجة فالطريقة الأولى تضغطون على صاحب الرسالة بشكل مطول فبعد كذا تضغطون على الثلاث نقاط اللي فوق عليه سار وبعدين تضغطون على الخيار الأخير اللي هو الإبلاغ عن الرسائل الغير مرغوب فيها فكذا ما راح تصلك إن شاء الله رسائل من نفس الشركة فتقدر تختار أي شركة ثانية في بعض الشركات راح تظهر عندك أو صاحب الإيميل بشكل مختلف مثلا عندنا هذا الآن تضغطون نفس الخيارات بعد كذا الإبلاغ عن الرسائل الغير مرغوب فيها راح تظهر عندنا رسالة مختلفة اللي هي الإبلاغ عن الرسائل الغير مرغوب فيها وإلغاء الاشتراك فهذه انت اشتركت فيها سابقا فتضغطون الإبلاغ عن الرسائل الغير مرغوب فيها وإلغاء الاشتراك فهذه يا شباب كانت الطريقة الأولى لإلغاء استقبال الرسالة من هذا الموقع الطريقة الثانية يا شباب بكل اختصار تدخلون على أي رسالة وصلتكم مثلا هذا الموقع الآن فتنزلون تحت آخر شيء راح تحصلون أنسبسكرايب أو إلغاء الاشتراك فهذه موجودة في أغلب المواقع أو الرسالة التي تجيكم موجود فيها هذا الخيار اللي هو أنسبسكرايب تضغطون عليه راح يوديكم على صفحة الموقع فتضغطون إلغاء الاشتراك فكذا الآن يا شباب ما راح تصلكم أي رسالة من نفس الموقع مرة ثانية فهذه يا شباب طريقتين اللي شرحتها طريقتين فعالة وإن شاء الله راح تفيدكم أتمنى أن كان شرح بسيط ومختصر لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة